لنت مصر في بيان صادر عن وزارة الكارجية الهجوم الذي تعرضت له عدة مناطق باقليم كردستان العراق من جانب ايران والذي اصفر عن سقوط ضحايا وجرح من الابرياء وتقدمت مصر بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا الاعتداء متمنيتا الشفاء العاجل للمصابين وشدد البيان على رفض مصر المطلق المساسة بالسيادة العراق مؤكدا على ضرورة الحفاظ على امن وسيادته وسلامة العراق الشقيق ضد التدخلات الخارجية